السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة سنتحدث على بعض الأخبار المهمة التي تخص بعض العملات سنجيب على أبرز وأهم سؤال يطرح كثيرا هل انتهى صعود العملات وسندخل في نزول أكتر بكثير لأننا نرى حاليا العملات انخفضت بأكتر من 20% هناك ما انخفضت بـ 90% كانت من بين هذه العملات هي العملات التي طلحت جديدة على بايننس هي عملة البيب انخفضت بشكل كبير حضرنا من هذه العملات وأعطينا رأينا عندما كانت العملة مرتفعة وحتى هذه العملات صراحة عملة الميمز ليس لديها شيء يجعلني أستجمر فيها وحتى مؤسس منصة بايننس عندما تم إدراج العملة كانت القيمة السوقية للعملة حوالي 1.5 مليار دولار والآن قيمتها السوقية 541 مليون دولار يعني انخفضت تقريبا 300% الناس خسرت بشكل كبير في عملة بيب وهناك من بدأ يقول بايننس هي السبب الرئيسي لا بايننس في الأول عندما أدخلت العملة أدرجت العملة على المنصة ليس لأن مشروعها قوي أو مشروعها جيد وهذا قلنا في آخر حلقة فقط لشعبيتها لضغط الكميونيتي هو الذي جعل العملة تكون على منصة بايننس لا غير لا هناك مشروع ولا يحزنون هذه ميمز عملة ممكن أن تبقى ثلاث شهرين موجة وستنتهي كباقي العملات التي كانت موجة وانتهت فمن الأفضل ولحظنا أن الكثير من الناس ستشمروا في مثل هذه العملات وبدأوا يبحثون على عملة الميمز خارج منصة بايننس والستشمروا فيهم ظنا منهم أنهم سيحققون ربح من خلال هذه العملات فهذه العملات صراحة حتى عندما تنخفض عليك ليس هناك شيء يجعلك تترك وتبقى تقول مع نفسك ستعود يوما من الأيام أو ستصل مثلا لواحد دولار أو شيء من هذا القبيل لأنه ليس هناك مشروع دائما حاولوا أن تستشمروا في المشروع القول بالنسبة لاتجاه السوق وبعض الأخبار كذلك بعض الأسئلة كثيرة على عملة جاسمي بايننس في الأول كانت تقوم بحذف العملات بشكل مباشر تعلن على أنها مثلا ستحدث العملة الفلانية ماذا يحصل عندما مثلا تعلن على عملة معينة العملة تنخفض بشكل كبير وهذا سبب خسائر كبيرة لبعض المستشمرين فقررت بايننس أن تعلن على أنها ستحدث العملة الفلانية لا مثلا العملة كانت في منطقة آمنة انتقلت إلى منطقة الخطر يعني منطقة الخطر هي من الممكن أن يتم حذفها من على بايننس هناك تقريبا الكثير من العملات التي أعلنت بايننس أنها تحولت من المنطقة الآمنة إلى المنطقة الخطيرة والتي من الممكن أن تحدث العملة من على بايننس هذا وكأنهم يرغطون على فريق العملة أو يرسلون لسائل مثلا لفريق العملة لكي يشتغلوا أكثر أو يعطوهم التقارير الأسبوعية لأن بايننس تطلب أسبوعيا من كل المشاريع الموجودة حاليا أن تعطيهم تقارير أين وصل عملهم في مشروعهم فمن بين العملات التي رأيناها انتقلت لمرحلة الخطر هي عملة الجاسمي ولكن أريد أن أوضح لكم شيء مهم يعني هذا الأمر الذي عملته بايننس هو سلاح دو حدين من الممكن أن يكون مشروع مثلا محترم مشروع جيد ويتم نقله إلى المنطقة الخطر فقط لتخويف المستشملين منه هذا الذي أظنه على مشروع جاسمي لأن مشروع جاسمي مشروعهم محترم وفريقهم كلهم من سوني وفريق محترم ممكن تكون بعض العملات ليس دائما مثلا نقول مثلا بايننس اختارت مثلا 15 عملة نقلتها إلى المكان الخطر مثلا منطقة الخطيرة هذا لا يعني على أن 15 عملة مشروعهم فاشل لا ممكن أن تكون 3 عملات عملتهم المنصة فقط لتخويف الناس منهم أو رأوا على أن الناس مشترين هذه العملة فجاسمي مشروعها مشروع محترم ومشروع جيد بالنسبة لهذا الأمر حاولنا أن نشرحه لكم فلم يبقى كما الأول بشكل مباشر المنصة تحذف العملة وهذا يتسبب في خسائر كبيرة للمستشملين فممكن هذه العملات مثلا إذا حسنوا عملهم سينقلونهم من منطقة الخطر وتعود إلى المنطقة الآمنة وحتى يتم حذف بعض الأزواج الخاصة بالعملات مثلا تكون العملة مثلا موجودة بـ USDT البيتكون موجودة بالأتريوم موجودة مثلا الليرة التركية أو ممكن أن يتم حذف بعض الأزواج المهم ننتقل لحديثنا على السوق والحركات التي نراها حاليا في السوق البيتكون يصل للـ 26.100 دولار دائما هناك فرص في السوق يعني لو تتذكر فقط أفلانش من أكثر العملات التي تصلني عليها رسائل كانت وصلت للـ 20 دولار الكل بدأ يعني يقول العملة طارت ذهبت من الفرصة كل يتحدد يعني هاي العملة وصلت لـ 14 دولار وأقل دائما هناك فرص في السوق دائما حاول أن دائما ترتب استشمارك دائما تترك دائما USDT للتأزيز عند النزول وأهم شيء أهم شيء أهم شيء هو الاستشمار في المشروع القوي أن تستشمر في مشروع جيد جيد جدا مثلا أفلانش مثلا لو اشتريتها في 14 دولار أو 15 أو 16 أنا مخزن العملة هدفي فيها مثلا 100 دولار وهدفي سيبقى تابتا مثلا ولو تنخفض العملة لـ 10 دولار أو 9 دولار أو 7 دولار عندما أرى في 7 دولار أزيد تأزيز ولكن هدفي هو 100 دولار مثلا فانطوم فانطوم من أفضل أفضل المشاريع التي يعني مهتم بها بشكل كبير فانطوم عملة قوية مشروع قوي لازالوا يشتغلون مشروعها قوي وجيد وكانت وصلت لأكثر من 3.5 دولار فانطوم ومن العملات هناك من يسأل ما هي العملات القوية ضع لنا سلسلة من العملات يعني في القناة نشرح الأفضل العملات شرحنا فانطوم لدينا فانطوم لدينا أفلانش لدينا دي وي دي اكس لدينا أوب لدينا أربيتروم يعني هناك الكثير يعني المشاريع التي فعلا نعطيها تقييم 9.5 على 10 يعني هذه المشاريع قوية دائما في السوق كله فرص بالنسبة لم أجيبكم على السؤال الأولي هل انتهت هذه الموجة الإيجابية؟ بالنسبة لي وكرأيي شخصي لازالت لم تنتهي هذه الموجة الإيجابية لأن لازلت أرى لازال هناك عملات لازالت لم ترتفع أبرز عملة هي 3 ومم بمكثير من العملات تقريبا حوالي 10 أو 9 أو 7 بالمئة من العملات التي لازالت لم ترتفع بالنسبة لي يعني ممكن أن تظهر في السوق إيجابية في أي لحظة وممكن أن نعود للمناطق التي كنا فيها 30 ألف 29 ألف طولة يعني هذا يبقى رأيي شخصي وليست نصيحة استثمارية كل شخص يتحمل مسؤوليته الكاملة في استثماره فطريقة التي أنصح بها هي الاستثمار فعلا في المشروع القوي وضعك من هذه العملات بيب وفلوكي وشيبا وهذه العملات ليس هناك شيء يعني سيجعلك تستثمر فيها يعني منتجات هناك من يقول لي مثلا فلوكي أو شيبا عندهم منتجات عندهم دي فاي عندهم بيتافيلس تلك الأمور لا شيء فالشيء القوي هو أن يكون لديك يعني إيكو سيستام بلوكتين قوية بلوكتين منافسة للأتريو منافسة للأفالانش منافسة للفانتوم هكذا بالنسبة للسؤال على دي واي دي اكس دي واي دي اكس سيتم طرح البلوكتين خاصة بهم إن شاء الله في شهر تمانية ويعني إذا أرادوا أن يصعدون بالعملة لأسعار كبيرة فيجبوا أن يبدأون بصعودها من هذه الأشهر دي واي دي اكس مشروعها مشروع قوي وحاليا أكبر من الصلاة المركزية من ناحية السيولة بأكثر من 1.3 مليار دولار ومشروع يعني مدعوم من أساز مدعوم من أكبر الصادق الاستثمارية ومن أكبر المستشميريها يعني الكون بيس برو اكتشنج فريق الكون بيس برو اكتشنج من المستشميري هذا المشروع فرأينا خلال هذه الفترة نزول في العملات الاوبتيميزم سئرها الحالي 1.59 يعني دائما هناك فرص في السوق لا تقول أن الفرصة ذهبت مني والسوق راح وانخفض وكل هذه الأمور حتى لو نرى نسبة الهيمنة حاليا أين هي نسبة هيمنة البيتكون في منطقة مهمة جدا يعني تقريبا من 2021 مايو يوم عشرة لم تتجاوز نسبة هيمنة البيتكون مناطق ما بين 48-49% يعني منطقة مهمة هذه المنطقة كلما وصلت الهيمنة لهذه المنطقة كلما كانت سلبية في الهيمنة وعندما تكون السلبية نرى حركة أكسية في العملات الرقمية البديلة دائما تصل لهذه النقطة ثم تنخفض وأقل شيء كانت تصل إليه يعني بين 39-40-38% كانت تصل إليها نسبة هيمنة البيتكون لكي ترجح من شيء مهم مثلا وتطمئن على استجمارك أفضل شيء استجمار في مشروعها يكون قوي 9.5-10% أما المشاريع التي صنف ثاني لا تضع فيها مثلا 50% من رأس مالك أو 60% أو 40% يعني هناك يعني صنف أول لعملات التي من الصنف الأول أضع أفالانش أضع دي وي دي اكس أضع الفانتوم أضع الأربيترون أضع الأوب هناك عملات صراحة كثيرة لينك أضعها في الصنف الأول يعني 9.5-10% أو هناك صنف ثاني مثلا الصنف الثاني يعني هناك الكثير مثلا أكسي ممكن أن أقول جاسمي ممكن يعني صنف ثاني وصنف الثاني يعني الصنف الأول يعني ولو تضع فيه 50% من رأس مالك أو 60 أو 70 أو 8% من رأس مالك لا مشكل أما الصنف الثاني والثالث يعني كلما نزلت إلى قسم كلما يجب عليك أن تقلل من المجازفة برأس مالك المهم سنحاول أن نخصص حلقة ونتحدث ونرتب العملات على حسب مشروعهم ونرتب حتى العملات التي لها منتجات من الأفضل أن تكون هذه الطريقة يكون ترتيب للبلوكتشينات يعني يكون بلوكتشين كبير إكو سيستم مثلا فانطوم أفيلانش العملات التي لديها بلوكتشين أو مثلا تصنيف لعملات لاير 2 تصنيف لعملات لاير 0 هناك الكثير من الطبقات التي نراها حاليا يعني كذلك هناك المنتجات في البلوكتشين لا نريد الإطالة عليكم خلال هذه الحلقة سننهي حلقتنا لليوم دمتوا في رأيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر